بعد تصريحات الأمريكية بتقليص نفوذها بالمنطقة تطلع العراق إلى عودة العلاقات العراقية الروسية بعد مشاريع النفط والطاقة بمد الجيش العراقي بالتسليح والتدريب مع كامل المعدات الروسية وهو ما قد ترفضه واشنطن في حال تعارض الأمر مع مصالحها الحلم القديم ومن جمال أجداد وحليف السابقين هو العراق في أعين الكرملين الذي يصعى لاستعادة موقع سلبته إياه واشنطن فبعد مشاريع النفط والطاقة التي تغلغلت بها روسيا من إقليم كردستان وحتى جنوب البلاد والتي بلغ إجمال الاستثمارات الروسية فيها عشرة مليارات دولار في عام 2019 وفي العام الماضي تعهدت موسكو بمضاعفة هذا الرقم ثلاثة مرات على الأقل جاءت اليوم تطالب بما كان لها سابقا بلعب دور الولايات المتحدة المترددة إن فكرت الأخيرة بتقليص وجودها عبر التسلح والتدريب وبد الجيش العراقي بترسانة من المعدات العسكرية الروسية العراق هو الآخر يبحث عن توسيع نطاق تسليحه وتنوعه وعلى قائمة الرغبات طائرة السو سبعة وخمسون ذات المزايا المتطورة ومنظومة الدفاع الجوية فأحلام العراق الأمنية قد يحققها معسكر شرقي لا يفوت فرصة إلا وعبر بها عن رغبته في إحياء مجد السوفيت في بغداد بحاجة إلى تفعيل اتفاقيات عسكرية مشتركة مع الجانب الروسي من أجل زيادة قدرة العسكرية خصوصا وأن التأثيرات والتهديدات الخارجية لازالت مستمرة صراع التسلح بين القوى العظمى وموقف واشنطن من الجيش الأحمر لو استحوذ على نفوذه ومضى بإبرام اتفاق مع العراق بتنوع الأسلحة قد لا يمر بسلاسة في انقضاض موسكو على العراق والحلول محل الولايات المتحدة بخطوات هادئة بدعمها جهات تعادي واشنطن قد يغير موازين السياسة والوضع الأمني وحتى الاقتصادية في العراق فالحليف الأمريكي دو مزاج متلون متأرجح بين الهيمنة والإهمال اليوم روسيا عادت من جديد لتضع يدها في يد العراق من أجل انتعاش العسكري ولكن هناك عقبة كبيرة ربما تخفى على الكثير لن ولن ولن تستطع دولة الاقتراب من العراق طالما القوات الأمريكية موجودة على أرض العراق لا تفكر ولا تقبل بأي دولة منافسة لها أن تكون لها محور في العراق لذلك أمريكا ليست مستبعدة أن تفرض عقوبات وتضغط كما ضغطت على بعض الدول التي حاولت الاقتراب من روسيا في بلد يعاني من قبلة قوى لا دولة وفصائل كارهة للوجود الأمريكي صديقة لموسكو الحليف القوي مع إيران وسوريا الطامح ببسط يد التسلح في الشرق الأوسط ملامح التقارب واضحة وعودة الروس مقبولة أكثر من أمريكا وهذا ممكن أن يشكل معاكس لمعسكر واشنطن وهذا ما لا يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط